السلام عليكم. السلام عليكم. كنا نتحدث عن الفا. أخذنا عليها أمثلة. تكمل اليوم بأمثلة على نمثلة على النمثلة. ويقوم بإمكاني المترجمات اشتركوا في القناة where x, y, z belong to a, b, star شوف سهولة ايجاد الفا او رسمها لانه ما عليها ريستركشنز زي الفا سوف تؤمنكم السؤال فضل لاش x, y, z مختلفات بين انهم نفس الانغوش x, y, z مختلفات x, y, z ممكن يكونوا اي مختلفات خاصة خاصة تمام انا ايلك انه x, y, z belong للا بستار يعني مشرط x نفسها y وممكن x تكون a, y تكون b و z تكون a, a, b يعني هم جايين من هاي المجموعة اللي فيها كل احتمالات between the a and b ممكن يكونوا lambda بس مشرط تكونوا متساويين طيب هلأ احنا دفقنا انا عشان امثل a, b star مش x هي عبارة عن ممكن تكون اي قيمة من a, b star هاي بتطلع لي a combination هاي بتطلع لي a combination بين ال a وال b ممكن تأخذ a لحالها, b لحالها ممكن تأخذ a b, b a بأي ترتيب بالذكية ممكن ما تأخذ ولا اشي تقدر تعمل generate للمدة طيب هلأ بعد ال x ايش عندي a كيف بمثل ال a نحطها بكمبولان تانية a لازم بمثلها بسهم لي لانه اجباري اقرأ ال a طيب اذا هاي q0 وهي q1 طيب بعدين y كيف ال y بمثل تبعت تبعت a b نفس الطريقة بدأت عمل loop a b بعدين b b نبعت b بعدين نبعت 8b احسنت 8b بعدين سير كل حال على حالها a b طيب وان final state الاخر واحدة اليمين هاي هاي final state طيب بيضبط اضع q2 final state لا لانه اه ممكن ممكن لماذا؟ لانه start ممكن تكون اخر واحدة للمد ايه ايه فاضية ممكن تكون اخر واحدة فاضية يعني انا بيضبط هنا a b حال لو حطيت هنا final لا ما بتضبط لا ما بتضبط اكيد ليش؟ لانه لاحظوا ايش اقصر string عندي يعني لو انا جبتلك هاي اللانجوج وسألتك وبتلك ايش الشورت تست string؟ a b b a b b ما بيضبط ما بيضبط اكون عندي اقل من a b b لانه دول الاجباريات يكونوا موجودين في كل strings اللي بلونج للانجوج اللي اسمها ال one واضح؟ طب مين يعطيني strings كمان؟ اعطيني اي string بالفايف a a b b a a a a b b بي بي بس اه اه ايه ما بدك تفايف ايه تمام؟ ممكن تاخد اي string ممكن تاخد string اخر ممكن تاخد على سبيل المثال a b a b b b لا دكتور ثاني مش لازم تكون b كيف؟ ثاني ايه ثاني character لازم يكون ايه ثاني character لازم يكون كنا نجرب هاي اكسيبتد ولا ايه طلعناه هون او ايه طلعناه هون ماشي هلا b a طلعتها هون اه خلاص افهمت يعني a في البداية طلعناها من q0 لq1 بعدين b a طلعتها على q1 b a بعدين انهيت b b وما اخدت ولا لفي هون write هاي المشين ممكن تعمل accept هذا الا string اذا واضح شباب سباب في حد لحد هلا مش فهم احنا ايش بنسويه دكتور بما انه احنا اخدنا dfa ليش ناخد nfa يعني هاي زكاد يعني هاي كانت شبتر نحن هاي اه هاي احنا عبارة عن tools هاي عبارة عن tools هاي عبارة عن tools احنا بندرسها كل tools لها restrictions كل tools بتعبر عن language مختلف هلا لاحظ بالنسبة لل power تبع nfa وال dfa متساوي ايش يعني ال power تبع ال nfa وال dfa متساوي يعني اي language بقدر احبار عنها بال dfa بقدر احبار عنها بال nfa والعكس صحيح ايش ال languages اللي انا بعبر عنهم بال nfa وال dfa بس حكينا dfa ممكن لما يكون في علاق بين a وال b ما بزبطش بال nfa ما بزبط وال dfa نفس الشي وال nfa نفس الشي بس ايش اسمه ال language ايش ال class تبع languages اللي انا بقدر احبار عنهم بال finite automatic بغض النظر هي nfa او dfa ايش اسمينا هادا ال class تاع language هادا الصنف تاع language اسميناه نسميناه regular languages regular languages قلنا هادا نسميها اللغات المنتظمة regular languages اعرفها انها اي language بقدر احبار لها nfa او dfa او regular grammar او regular expression هل موجودة في c-blast موجودة في الضغاء نعم regular expression موجودة موجودة مكان اماكن كثير موجودة في javascript بقدر اكتب regular expression احنا regular expression هندرسها كتول اتعبر عن regular languages تمام واضح تمام بس هاي كأنه احنا ندرس different tools بما انه لهم نفس ال power في عندي اشي اسهل من تاني زي ما شوفنا ال nfa اسهل تمثيلها من dfa لانه ما عليها restrictions طيب خلنا ناخد another example لانه موجودة تانية نحاول نعملها اللي هو nfa كيف يختبئ خلنا نعملها نعملها خلنا نعملها قبل خلنا نعملها خلنا نعملها كيف يجعلها نعملها أبلا لا. Regular. Regular لأنه ما في أي علاقة بين أي جزء من أزاقها. فمش بحاجة لم يموري. يلا خلينا نمثل. An لما An أكبر أو تساوي 0 كيف أقدر أرسمها كوبونت برجع لحاله A بس. أحسن. يعباره عن loop برجع لحاله بس بA. بعدين B A B A Q0 Q1 بعد إذن مثلنا An مثلنا B A هون الآن B M plus 1 ممكن أن نعمل كوبونت إذن في A يعني. كيف؟ هاي هاي الجزء هذا أنا بحكي هون. كيف نعمل المثلوب؟ نعتبر أنه في كمان B زيالية. هيك هيك هح نكتبها يعني. Exact. فبالتالي بعمل كمان واحدة. B فهدين بعمل loop هون على مين؟ على B. على B. هاي بتنثل B M plus 1 أو B to the power M plus 1 لأنه إجباري في عندي B. At least لازم يكون في عندي 1B هون. واضح؟ تمام. وين الفاينل استيت؟ هاي الفاينل استيت. طيب. إذن هاي Q0 Q1 Q2 و Q3 واضح يا شباب. واضح؟ شفتوا عملية رسم الـ NFA سهل جدا. هاي لو بدي أرسمها DFA بدي أطلع من هون. على سبيل مثال هون الـ Q1 طالع منها بس A. لازم أطلع منها B. الـ Q2 طالع منها B. لازم أطلع منها كمان A. خليها تروع أتراب. قصة يعني. واضح؟ الـ NFA ما عليها قيود زي الـ DFA. الـ A but a. طيب ايش الشورت استرينغ هون? ب ب A B. ب A B. ب A. ب A. Again, short string. طيب. لو أخذنا أنا من C, L3 معرفها كالتالي. هي عبارة عن all strings ماذا يعني all strings ماذا يعني all strings ماذا تحتوي على 001؟ الدكتور اللي يجب أن تكتب ماذا يعني كنت نسيري 001 يعني has 001 as substring ماذا نكتبها بطريقة تانية يعني has 001 as substring طيب مين يحكي لي ايش الشورتس هون string 001 طيب قبل 001 ممكن يكون في عندي اشي ممكن يكون 0 دكتور ممكن يكون اي اشي قبل 001 ممكن يكون اي اشي 0 أو 1 انا في النهاية تكون 001 يعني وبعد 001 ممكن يحتوي على اي اشي اذا قبل 001 ممكن يكون عندي اي اشي وبعد 001 ممكن يكون عندي اي اشي ايش بقصود باي اشي يعني اي combination من 001 يعني انا بقدر امثلها بطريقة تانية انها عبارة عن zero or one star بعدين 001 بعدين zero or one star zero or one star تعطيني اي combination من zero والone واضح طيب كيف بدي اعملها هاي nfa دكتور لحظة انت حاطعني zero plus one zero plus one يعني هاي exactly اه قصدك اللي قبل ولي بعد هاي بتعني zero one star اوكي zero or one star نفسها zero فاصلي واحد star نفس المعنى اه اه قصدك اللي المحتمل قبل والمحتمل بعد اكزاكلي اه انه هون المطلوب ان هاي strings بهاي اللغة انها تحتوي او ان تكون في عندي sub string zero zero one وهذا قبلها او بعدها ممكن يكون اي شيء وبعدها ممكن يكون اي شيء ممكن تكون بروحها zero zero one اه اوكي دكتور طيب هلا انا هاي كيف بمثلها zero or one star q zero برجع للوب لحالها zero one double ممتاز c ببعد كمبونا الثاني zero ممتاز 0 ممتاز ممتاز ببعد كمبونا الثاني يي اي 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 كمان zero بعدين هون ايش final state u3 ايش بيكون عندي لوب ع حاله 0 لوب ع حاله 0 نكبر بص الخط 0 or 1 واضح شباب واضح واضح دكتور وانا جيت هون عرفتلك language L4 قلتلك انه L4 هي عبارة عن L1 اتحاد L2 قلتلك عمل لي NFA لL4 هلا خد قاعدة اذا كان عندي انا نفا لL1 ونفا لL2 بدي اعمل للااتحاد بينهم كل بساطة نربط اخر واحدة باول واحدة بعمل نسميها مثلا Q0 بطلعه بطلع منها لمدة خليها تروح هون لL1 ولمدة بتروح هون لL2 يعني هون بدي يروح لين لL1 وهون بدي يروح لين لL2 هيك الاتحاد بصير ليش يعني ايش عن اتحاد يعني انا بدي كل اللي موجود في L1 او اللي موجود في L2 فانا كيف بمثلها بNFA بعمل عبارة عن start state بتروح either بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بتعملي اي ينتمي لL1 بهذا الاتجاه بتعملي اي string موجود وين في L2 طب L1 انا قريدي عاملها نفا باخدها زي ما هي عندي هون لوب على ال A وال B بعدين عندي A بعدين عندي لوب على ال A وال B بعدين عندي بي بي A بي 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 بعدين هون قد اعملهم مقتينتين وون فاينل او اخليهم فاينل واحد نفس الطريقة هون هاي ال L2 خبارة عن A هيا هون ال L2 بعدين بي A B بعدين عندي هون لوب الشباب واضح اللي أنا سويته هون فأنا هلأ ممكن أطلع string ينتمي لL1 بهاية الطريقة أو string ينتمي لL2 بهاية الطريقة واضح واضح بك تمام طيب هلأ هنأخذ موضوع جديد اللي هو كيف أحول NFA لDFA هنأخذ procedure لو أنا عندي NFA بدي أحولها لDFA هشرح لكم الطريقة عن طريق مثال هشرحك الprocedure عن طريق example بكون أوضح NXXXYB السؤال ويضح السؤال للفيديو المقرنة لن يتبع الغío ويضح ويضح المقرنة لديو النقرنة فلنقر A to an equivalent DFA من نحكي لي إيش مقصود بـ تكافأ يعني نفس الشيء معناها الحرف يتكافأ بس إحنا مقصود فيه هو إنها بتمثل نفس اللانجوج بتمثل نفس اللانجوج يعني لو أنا عندي على سبيل المثال NFA M1 وأنا عندي NFA M1 بدي أحولها لـ NFA M2 such that أنه L M1 تساوي L M2 هي يعني يعني اللغة اللي بتنتج عن M1 تساوي اللغة اللي بتنتج عن M2 يعني المقبولة من M1 هي نفس هالسترينجز المقبولة من M2 لا زيادة ولا نقصان واضح? دكتور لو سمحت بس مرة ثانية لو سمحت سمحت بس مرة ثانية لها نعني بأنه هاي الـ NFA مكافئة لهاي الـ DFA لو أنا طلب أحول يعني أوكي؟ لـ DFA مكافئة لـ NFA معينة معناته اللانجوج اللي بتنتج عن M1 مساوية للـ Langeوج اللي بتنتج عن M2 بمعنى كل strings المقبولة من الماشين M1 هي نفسها لstrings المقبولة من الماشين M2 اللي هي BFA لا زيادة من نقصها طيب ناخد example فأنا عندي على سبيل مثال هاي ال NFA ناخد NFA طويلة هاي Q0 Q1 وQ2 فأنا عندي مي Q0 ولا Q1 A ولوب على Q1 B وعندي هون B وبترجع بA وهون لوب على l-A هون عندي لمدة بتروع على Q2 لاحظوا هاي عبارة عن NFA صح لأسباب كتير ما نحكي لي ليش هاي NFA مش DFA دكتور أه الـ Q0 مش طالع منها B الـ Q0 مش طالع منها B هاي أحد الأسباب أسباب ثانية اللمدة ما بتطلع من الـ DFA بالضبط اللمدة ما بتطلع من الـ DFA ممنوع اللمدة تكون موجودة بالـ DFA ومباشرة أول ما أشوف لمدة دوم أتطلع أية سبب آخر بحكي بهاي مباشرة NFA هاي مش DFA هلا مطلوب هاي اللي تساقين سمها M1 Machine مطلوب أطلع ماشين ثانية M2 بتكون DFA وتكون تعطيني نفس الـ Strings تقبل نفس الـ Strings المقبولة من هون طيب نشوف بروسيجر التحويل أول خطوة بدي أحسب الـ Close لكل state نشوف إيش هو الـ Close الـ Close نبالش للـ State Q0 إذن أول خطوة Find the Close for all states أوكي بدون ما أقرأ ولا إموت كما مرة الـ Close لـ State Q هي عبارة عن جميع الـ State اللي بقدر أوصلها من State Q بدون ما أقرأ ولا إيش ولا إموت يعني باستخدام لامدة كل ما إموته باستخدام لامدة واضح شباب شوه الـ Close مايزه الـ Close الـ State معين اول اشي لستات نفسها اذا قاعدة دائما كل استات ممكن اوصلها من نفس لستات من نفسها اوكي بلامدا فدائما الكلوز لستات معينة يحتوي على لستات نفسها واضح شباب اول اشي Q0 بعدين زي ما زي ما لكو حكت لهو ايش كمان Q2 اذا كمان مرة الستات اللي بقدر اوصلها من استات Q0 هي نفسها و Q2 لانه في عندي لمدة طالعة من Q0 لQ2 دي احد مش فهمي شباب الو طيب بعدين عندي كلوز لالQ1 يلا حكي لعا سريع ايش اللي كلوز لالQ1 لاحقها لمدة نفسها نفسها طيب اللي كلوز لالQ2 نفس الشي نعم نفس الشي إذن هي أول خطوة الخطوة الثانية بدي نعمل construct dfa table هلأ هذا التابل من إيش مكوّن من الألفابت نحطه مع أعمدة والستاتس تعدية في إيه كأسطر طيب إيش الألفابت المعرفة عندي بهاي اللانجوج لهاي الماشين M1 إيش الألفابت اللي عندي A, B A, B بس لاحظوا ده ننتبه اللامدة ما باعتبرها جزء من الألفابت طيب هلأ الstart state لM2 للDFA هي الclose طبع الstart state طبع الNFA كما مرة الstart state طبع الDFA أوكي لساوي الclose طبع الstart state طبع الNFA واضح؟ إذن الstart state عندي بهاي الDFA اللي بدي أنا أعملها هي الclose طبع الstart state طبع الNFA إيش الclose طبع الstart state للM1 Q0 Q0 Q2 معي؟ 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 طبع الNFA يعني عادي؟ هلأ هذول الاثنين هصير اسمهم state واحدة هصيروا state واحدة بالDFA يعني هصيروا عبارة الاثنين لا مش هذول الاثنين Q0 Q2 هصيروا label ل state واحدة بالDFA واضح؟ هم label label أنا حر أحب اللابل إيش ما بدي؟ بدي در بعدين تغير اسم اللابل تسميه A بس هلأ عشان عملي التحويل هلأ باجي باجي بحكي بالNFA الQ0A وم توديني؟ باجي على الQ0A وم توديني؟ Q1 على الQ1 باجي بأخذ الكلوز تبع Q1 يعني بس أنا هالهدف أني أنا طلعت الstate Q0A هو Q1 ما بأخذ الQ1 بأخذ الكلوز تبع Q1 إيش الكلوز تبع Q1؟ Q1 نفسها واضح؟ بعدين باجي بأخذ الQ2A هاي Q2 A أيش الQ2A وتوديني؟ لQ2A أتوديني على Q2 وتوديني على Q1 و Q أو Q1 طريقين لها طريقين لها بعدين بأخذ الكلوز تبع Q1 والكلوز تبع Q2 الكلوز تبع Q1 و الكلوز على Q2 فهلا ايصار عندي هون عندي Q1 و Q2 كمان مرة شباب اخذنا Q0 مع A قلنا قلنا Q0 مع A تروح على Q1 باجه باخد الكلوز تبع Q1 وبنزله بعدين عندي كمان Q2 بأخذ Q2 مع l-A Q2 مع l-A لقيت أنها بتروح على Q2 وروح بأخذ close لعى Q2 وضيفه وبتروح على Q1 Q1 already موجود ما بضيفه مرة تانية واضح واضح الشباب واضح دكتور تمام طيب هلأ نعمل نفس الشي مع l-B نحكي Q0 B هل في عندي من Q0 طالع transition ال-B لا دكتور مو موجود مو موجود إذن 5 باجي بأخذ Q2 B هل Q2 طالع منها transition اسمه B لا دكتور لا معناته 5 لأنه لأنه Q0 طالع منها A ولا Q2 سوري لا Q0 طالع منه B ولا Q2 طالع منها B فبالتالي المجموعة اللي نتجت عندي هي فارغ فاضح واضح 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 طيب next step باجي بطلع على هون على states الموجودين هون ايش عندي states جديدة عندي Q1 Q2 وعندي فارغ هلا بننزل Q1 Q2 هون Q2 مع A بتوديني على Q2 وبتوديني على Q1 باخد الكلوز للQ2 ولا Q2 نفسها وباخد الكلوز للQ1 ولا Q1 نفسها فصفت ايش نفسها نفسها Q1 Q2 دكتور اه بعد اذنك بس تقدر ترجع تعيد بس ليش فاي عند البي حلو هلا Q0 مع البي جيت هون مجم transition طالع من Q0 اسمه ب تمام بعدين Q2 مع البي جيت هون نفس الشي ما في عندي ولا transition طالع من Q2 ما فيش عندي state بروحه من Q0 أو Q2 من خلال البي حلو يعني اذا انت واقف على Q0 أو ما في عندك طريق اسمه ب فاض مسكر فاي شكرا دكتور اهلا طيب هلا Q1 مع البي Q1 مع البي Q1 نفسها Q1 مع البي وان بروح ع Q1 نفسها Q1 Q2 الكلوز تبع Q1 هلا نفس الشي Q1 مع البي بروح ع Q2 يعني انا Q1 مع البي ممكن يروح ع Q1 لو ممكن يروح ع Q2 هلو فانا عندي هون Q1 مع البي Q1 طيب باخد الكلوز تبع Q1 Q1 نفسها و Q1 مع البي بتروح Q2 باخد الكلوز للQ2 Q2 نفسها فصفة عندي Q1 Q2 بعدين باخد Q2 مع البي هل في عندي transition طالع من Q2 اسمه ب لا فما هتضيف لي ولا اشي بس ألح هل طلع عندي status جديدة هون غير phi phi ما بدأ نوخدها phi معروفة انها بتروح على A B بتروح على phi يعني ما في عندي هون اشي status ما phi فبافترض انه phi دائما نفترض دائما انه phi من A وال B بتروح على phi فما في هدي عروض بس المهم هون اسأل حالي هل طلع معي new states يعني لاحظوا كل واحدة من هدول عبارة عن state يعني عندي هون state اسمها q1 q2 اخدتها عندي state هون غير q1 q2 ما في عندي لا دكتور لو طلع عندي state اخرى مثلا q0 طلعت لحال او طلع عندي على سبيل مثال q1 q0 q2 اعتبرها new state اتوقف هيك خلصت باجي برسم dfa اللي نجات عندي ايش start state لهاي dfa عبارة عن q0 q2 ربط الخط شوي دائما start state لد dfa هي اللي close طبع start state of nfa q0 q2 طيب هلأ q0 q2 من a وان بتروح على new state اسمها q1 q2 اذا من l-a بتروح على new state هال new state ايش اسمها q1 q2 هلأ ومن خلال b بتروح على 5 ال-b اي q0 q2 من ال-b بتروح على 5 طيب 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 هلأ q1 q2 من a بتروح على q1 q2 ومن b بتروح q1 q2 يعني عندي هان loop a او b واضح والفاي دائما دائما بتعمل loop على حالها لانها تراب state a و b هلأ بيجي نحدد actual final states هلأ آخر شي تلاتي يعني ال-actual final state للي new dfa ال-final state للي new dfa here all states that have final states of l-nfa يعني اي state من dfa الجديدة بتحتوع final من l-nfa القديمة بعتبرها final ايش ال-final state عندي l-nfa q2 فكل state بتحتوي على q2 تعتبر final هاي بتحتوي على q2 معنا two-final وهاي بتحتوي على q2 اذا برضو ايش برضو هاي final اذا عندي كمان ايش two-final states عندي two-final states واضح طيب نتأكد هل فعلا strings المقبولين هون مقبولين هون نجرب اعطوني هنا strings accepted بال-nfa هاي مثلا a b b a b b هل a b b مقبول هون yes a b b طيب نشوف string مش accepted بالحالتين هون هون ايش الاشي مش accepted مين عطينا هون string مش accepted شباب بال-m1 b b لحالها جرب هون b بدي كدر تعمل accept لb لاحظ ما بقدر هون ببلش باي ولو جيت بلمدة هون ما بقدر إلا أقرأ اي اجباري لاني إما بدي أعمل loop على اي أو أنتقل على q1 باي فالb not accepted طيب هل b accepted هون لا بخد اي string accepted هون بيكون accepted هون اي string مش accepted هون بيكون مش accepted هون فالlanguage l m1 بدها تساوي l m2 يعني كل strings المقبولة من machine m1 هم نفس من strings فقط المقبولين من dfa الجديدة الاسمها m2 واضح شباب هل نرى lambda accepted هون هل lambda accepted yes اه yes لأنا لاحظ أنا واجب على q0 lambda وادين على final طب هون lambda accepted يلا شباب ايش lambda accepted ولا لا هون accepted accepted بالdfa قاعدة اذا كانت start final lambda accepted بالdfa اذا كانت start state is a final state معنا lambda is accepted فالlambda accepted in both machines m1 m2 واضح واضح لاحظوا كيف مختصر كتير dfa طلعت وتعطيني نفس اللانجوج خروض اليوم اسئلة تحلوها يعني ستكون قريبا من اسئلة الاسئلة لا تتغلبوا باسئلة الاسئلة اللي بحل اول بأول وامتابع معي اول بأول بقعد ساعتين زمان أو ساعة زمان بحل اسئلة الاسئلة ما ستكون نكتير اسئلة معقدة اوكي او يعني هي او بس يعني أنا محصور يعني إمكان أنزل اسئلة اليوم الاسئلة عندي جاهزة بس ما بقدر أنزل ها إلى عساس نتبع السياس الكلية كديش المدلة سامحنل لنا فيها دكتور او او تمام ما أعطك السايمون بقولك بعدين ما نسلمه بس أنا قريبا بقدر تعمل براكتس لأن أتوقع صار عندك مجموعتين كويسة من الاسئلة احنا قريبا دكتور كل شيء بنعاد كل شيء هذا معاد يعني ما 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 الحال آآ بالضلط بس نحن نقدر عنه شكل رسمي يعني أنا منزلكوا بنزلكوا الشيط اليوم سنزل كمان واحدة واحدة على الف وحدة على الف ونزلكوا الاشياء على الشهات الان الف الف ايه. بظل عنا ريجولر اكسبريشن. دكتور. يس. الوركشيت اه مباطة كل اشي. اكتير اكتير نايز. اه اه فيها كل اشي. الوركشيت يعني فيها مختلفة نوع على السئلة. اللي مش عارف هل اي سؤال هلو اياه. دكتور برا تقدر تفتح الوركشيت الهول. دكتور اللي string قبل الاخير اللي بالتابل عندك. هاد? اه. خلان افتحها من. ما لو. دكتور المفروض هي false انت حطت true بالحال 4-0-1-1 ليش false 4-0 حيكون انه هو الاشي دكتور 1 للQ1 وهو 1 للQ2 كيف ترجع للQ1 4-0-1-1 او ايش من عمل 1-2-3-4 1-1 انا حطى بالحل انه شو اسمه accept الضبط بغترونت حاكي انه كل يعني دي فيها اللي بنتين قيمة بوحدة فهيك بطلع عالحالتين خطأ احنا 1-0-1 ايش عطيناها 1-0-1 اه 1-0-1-2-3-4-1 1-0-1 1-1 مش accepted تمام دكتور اه كلامك مضبط احنا اخبطنا 1 مش accepted طيب في حد عنده ايه سؤال تاني؟ في حد عنده ايه سؤال تاني يا شباب على الوركشيت الاول او الثاني اوكي اوكي اقنينوه بخضور بس وبريس لبيوا جمعناتو لحكي نقضي الحضور من اشتركوا في القناة